لكن في الكتاب المقدس منشوف انه الله بيتعامل دايما مع اشخاص مميزون مخصصون مقدسون لغرض الهي منشوف من الخليق الله يعني بيتعامل مع آدم وحواء وبيستمر يتعامل مع نسل آدم من شيث وحتى نصل الى نوح وبعد نوح الطفان ومن نوح الى ابراهيم بتركز العدس الالهية على ابراهيم وعائلة ابراهيم ثم طبعا من يعقوب اللي هو ابو الاصباط الاسرائيل الاثنى عشر طبعا بيبتدي يركز من عائلة الى الشعب وهذا الشعب في سفر الخروج الله بيسمي تكونون لي مملكة كهنة يعني الشعب كله كان مخصص للرب ومن هذا الشعب كمان خصص جماعة او صبت اللي يسمى صبت اللويين كان هذا الصبت طبعا تخصص لخدمة الله من تقديم عبادي وذبائح كانت طبعا في منطقة تسمى خيمة الاجتماع في البرية وحتى داخل أرض كنعان كانوا بمارسوا هذه العبادي هذا الصبت اللي وحده لكن في شرائع كثيرة من خلال التطهير والممارسات الكثيرة اللي بيتكلم عنها في الكتاب المقدس انه اتكرس او اتقدس خيمة الاجتماع اتقدس الذبائح واتقدس حتى كل الادوات اللي بيخدموا فيها في خيمة الاجتماع وطبعا لازم يتكرس هارون وابنائه وطبعا الصبت بتاعه لخدمة الرب وهذا التكريس كمان فيه شرائع وفيه ممارسات كثيرة اشتركوا في القناة